جيت مصر سنة ستة وتسعين كنت أخد أجيزة كبالي عشر سنين فجيت قلت أخد سنة في مصر الولاد يعرفوا بلدهم وكده فاشتغلت مع الدكتور هشام الشريف اللي حاليا تقابلنا تاني وزيرت المال محلية حاليا سنة ستة وتسعين من عشرين سنة بالزبط جيت كان هو في مركز المعلومات ودعمت خزق قراء وانا كنت جاي سنة وهرجع فقالوا لي في الجامعة قالوا لي اه بس فيه كورس انت بتدرسه لو سفرت وما درستوش هتبوز السيكونس ايه رأيك تدرسه من مصر سنة ستة وتسعين قلت لهم من مصر في أيام الديالاب اللي فاكرين الديالاب قبل سرعات الانترنت الحالية دي كان حاجة يعني ايه الديالاب الديالاب كنا عشان نتصل بالانترنت كنا منطلب نمر على التليفون الأرضي مودم في الكمبيوتر وبتاعه كانت سرعة بطيئة جدا ما تنزلي فايل اثنين ميجا بايت مثلا تسبيه ساعتين كنا نعمل شاي ونرجع وبتاعه عشان فايل نتصلوا برقم وبعدك الخط يجي لك يعني اه اه وانتسمعوا يعود يصفر المودم وبتاعه عشان نتصل بس بالانترنت ده ومع ذلك درست كورس من ريتسك اللي هي في الزمالك المبنى بتاع مركز محمد كان في الزمالك للطلبة في إلينوي كورس بجد يعني سنة ستة وتسعين ده يمكن أول كورس أونلاين حد درسه من مصر الطلبة في أمريكا وكورس وخدوا نيمر ونيكهو كل حاجة ما شفتش طلبة خارس آه كورس أونلاين كورس أونلاين كلام ده من عشرين سنة